كوني مسيحيا في ذلك الوقت كان رد فعلي الفوري هذا ضلال ولكن السؤال التالي كان ماذا أعرف عن الإسلام وكان ردي أنني لا أعرف أي شيء عن الإسلام ثم تسألت بعد ذلك كيف أحكم على شيء على أنه ضلال إذا لم أعرف عنه شيئا وهذا كان منطقي بنسبة لي ونتيجة لذلك وعن طريق مركز الثقافة السعودي ربما خمسة آلاف أربما سبعة آلاف من الجنود الأمريكيين قد اعتنقوا الإسلام نتيجة التواجد في منطقة الخليج خلال حرب الخليج لا يعرف ذلك الكثير من الناس رأيت هذا التنوع الحقيقي في الإسلام شيء لم أكن أعرف حتى عندما أصبحت مسلما أرسلوني إلى غوانتنامو كنت قصيصا في خليج غوانتنامو كان واضحا تماما عندما وصلت إلى هذا الخليج أن هناك المئات من السجناء المسلمين كانوا يتعرضون للسوء وللمعاملة السيئة أو التعذيب لكني اعترضت على هذه التجاوزات وعندما اعترضت على تلك التجاوزات ماذا حدث؟ الحكومة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والجيش الأمريكي انقلبوا علي ولقد ألقيت في السجن حسنا ما رأيكم بهذا؟ حصلت على لقب أداء مشرف وميداليا من الجيش أثناء فترة خدمتي في الجيش وثم ألقو بي في السجن اتهموني بأنني كنت جاسوس واعتبروني خائنا وجعلوني أخضع للحرمان الحسي أخذوني بعيدا عن عائلتي واحتجزوني في الحبس الانفراضي لمدة 76 يوم ثلاثون يوم منهم كانوا خلال شهر رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أولا وقبل كل شيء إنه لشرف عظيم أن أكون هنا في هذا المكان مع بعض الأشخاص المحترمين هنا قصص جميلة من كل المتحدثين السابقين وبالطبع لدينا رئيس رائع للجلسة ولكن يشرفني ويسعدني أن أكون موجودا هنا ومن دواعي سروري أن أكون هنا في لندن أشارككم رحلتي إلى الإسلام وأعطيكم بعض الأفكار عن كيف أصبحت مسلما أو كما يقول بعض الناس عودة للإسلام وسأفعل ذلك في غضون الخمس وعشرين دقيقة التي تم تخصيصها لي لأعطيكم بعض البصيرة في قصتي بصفتي قصيص مسيحي سابق بالجيش الأمريكي الذي خدم في خليج جوانتانامو السجن في حد ذاته كان فريدا جدا وأمل أن أعطيكم القليل من البصيرة في تجربتي هذه ولذلك فأنا أعرف القليل أيضا عن السجن بنفسي وسأشرح لكم بالتفصيل ولكن اسمحوا لي أن أعطيكم خلفية سريعة عن نفسي أنا كنت من ضمن الجيش الثالث الصيني الأمريكي أجددي هاجروا من جنوب الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية في وقت مبكر من عشرينيات القرن الماضي كلا والدي ولد في الولايات المتحدة والدي يبلغ من العمر 85 عاما وولد في الولايات المتحدة عام 1927 كل من أخوات البنات الأكبر سنا وشقيق الأصغر سنا وحتى أنا ولدنا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المجتمع الأسيوي عندما نقول أمريكي ذو أصل أسيوي نحن غالبا نشير إلى شرق أسيا الصينيين والكوريين واليابانيين والفيتناميين أعرفوا هنا في إنجلترا المملكة المتحدة عندما نقول أسيوي يقصد بذلك دول جنوب أسيا وجنوب شرق أسيا ولكن بالنسبة للمجتمع الأسيوي في أمريكا الذي هو جاء منه أنا من الجيل الثالث المهاجرون كانوا الجيل الأول والدي كان من ضمن الجيل الثاني ثم أنا في الجيل الثالث بالتأكيد لقد سمعتم أن لدي خلفية عسكرية أنا كنت قصيصا سابقا في الجيش الأمريكي خدمت أيضا قضابتي مدفعية الدفاع الجوي في الجيش الأمريكي تخرجت من أكاديمية عسكرية مرموكة في الولايات المتحدة الأمريكية تسمى ويست بوينت وأنا أيضا قادم من عائلة لها جزورها في الجيش أخي الأصغر هو أيضا خريج من ويست بوينت كما خدم أخي الأصغر الآخر في الجيش الأمريكي طبيب الجيش وأبي الذي أشرت إليه على أنه كان أيضا مواطن أمريكي خدم أيضا في الجيش الأمريكي عندما تم تجنيده خلال الحرب العالمية الثانية لذلك كل الذكور في عائلتي خدموا في الجيش الأمريكي وبطريقة ما ساهمت هذه الفكرة في تشكيل هذا المفهوم الذي نسميه الأمن القومي لذا وباختصار شديد أنا من الجيل الثالث الصيني الأمريكي جندي صابق في الجيش وأيضا معطنق الدين الإسلامي أو كما يقول البعض عائد إلى الإسلام اعتنقت الإسلام في عام 1991 بعد وقت قصير من تخرجي من ويست بوينت الأمريكية الأكاديمية العسكرية الأمريكية وأنا حاولت في وقت لم أكن أعرف فيه حقا أي شيء عن الإسلام واسمحوا لي أن أخبركم كيف أصبحت مسلما كان ذلك بعد فترة وجيزة من تخرجي من الأكاديمية عندما وجدت نفسي فيما يطلق عليه حوار الأديان كان مجرد نقاش مع كلية أخرى للطلاب حول الإيمان وحول المعتقدات والأفراد لقد نشأت على المسيحية اللوثرية والتي هي واحدة من الطوائف البروتستينتينية وهي أيضا قريبة جدا من الكاثوليكية بعد فترة وجيزة تخرجت من ويست بوينت ووجدت نفسي في هذا الحوار مع طالبة أخرى هذه الطالبة كانت تدرس عن الإسلام وكانت على حفة اعتناق الإسلام لكن في هذا الحوار لقد سألت فقط عن رأيي عن المفهوم المتعلق بالإيمان بإله واحد فقط وليس عبادة المسيح كما تربيت في الديانة المسيحية إيمانا من بهذه العقيدة الثالوث وكوني مسيحيا في ذلك الوقت كان رد فعلي الفوري هذا ضلال لكن السؤال التالي الذي جاء لي كان ماذا تعرف عن الإسلام وكان ردي أنني لا أعرف أي شيء عن الإسلام وبعد ذلك تم التعقيب بكيف يمكن أن أحكم على شيء ما على أنه ضلال إذا لم أكن أعلم أي شيء عنه وكان ذلك منطقي جدا بالنسبة لي لقد ذهبت إلى الأكاديمية وتخرجت من هناك وأنا الآن ضابط شاب في الجيش الأمريكي ثم أصبحت ملازما كان ذلك منطقيا جدا بالنسبة لي كيف يمكنني الحكم على شيء ما إذا لم أكن أعرف أي شيء عنه لذا كانت الخطوة التالية التي اتخذتها بنفسي كانت الذهاب إلى محل كتب لشراء كتاب عام عن الإسلام وتعلم القليل عن ما هو الإسلام ربما كان لدي بعض النوايا مثل ربما عندما أتحدث مرة أخرى مع هذه الطالبة يمكنني حينها أن أقول لها هذا هو السبب في عدم تقبلي للدين الإسلامي وتفاجأت جدا عندما بدأت التعلم قليلا عن الإسلام أنه لم يكن مختلفا جدا عما كنت أؤمن به بالفعل كوني مسيحيا جوهر الإيمان بالمسيحية يكمن حول ميلاد السيد المسيح من عذراء وهو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذا شيء أساسي من جوانب العقيدة المسيحية وفي رحلتي لمعرفة المزيد عن الإسلام كان جديد جدا بالنسبة لي وكان أيضا مثير للفضول أن هناك أخرين آمنوا أيضا في ولادة المسيح من عذراء وهم المسلمون لم أكن أعرف ذلك وكلما تعلمت أكثر عن الإسلام وجدت العديد من الأسماء المألوفة إبراهيم، موسى، يوسف، نوح، المسيح كلهم ذكروا في الإسلام كنت بالفعل على دراية بهذه الأسماء عندما كنت شابا كنت أتعلم في مدرسة الأحد كنا نتعلم هذه الأسماء من خلال قصص الكتاب المقدس المسيحي كانوا أيضا ضمن تقاليد الإسلام هذا كان جديدا بالنسبة لي المسلمون كانوا قريبون جدا لما أؤمن به كمسيحي ثم بعد ذلك تعلمت عن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ورسالة التوحيد التي جاء بها عليه الصلاة والسلام التي تماثل ما جاء به الأنبياء السابقين له أولئك الذين كنت أعرف عنهم بالفعل من نشأتي كمسيحي لذلك كان الأمر سهلا للغاية بالنسبة لشخص لم يكن متدينا جدا كشاب مثل اعتناق وقبول الإسلام عندما فعلت ذلك عندما أصبحت مسلما عندما قلت أشهد أن لا إله إلا الله ووحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعتقدت أنني سأبدأ ممارسة الإسلام كما كنت بالفعل أمارس المسيحية وكنت شابا مسيحيا لم أكن مسيحيا متدينا ولم أكن أذهب إلى الكنيسة كل يوم أحد لم أكن أشارك في دراسات الكتاب المقدس أسبوعيا كنت مجرد مسيحي بسيط وعندما أصبحت مسلما اتخذت نفس النهج سأكون مجرد مسلم بسيط كنت أعرف أن المسلمين يصلون خمس مرات في اليوم نحن نصوم رمضان وعندنا نية الذهاب إلى الحج عندما أصبحت مسلما قلت أنا سأكون مسلما بسيطا رأيت بعض الناس ينغمسون بسرعة في الإيمان الجديد ويتعلمون بسرعة كبيرة ورأيت الآخرين الذين قاموا أكثر من مجرد خمس صلوات في اليوم بل أيضا السنن وقيام الليل فرأيت أخرين كانوا لا يصومون فقط في رمضان بل أيضا يومي الاثنين والخميس أو ربما كان هناك إخواء آخرون يصومون بوتيرة وانتظام أكبر كان هناك أناس قابلتهم يقولون أريد أن أذهب إلى الحج كم عدد المرات التي قمت بها بالحج لكن عندما أصبحت مسلما عرفت أنه يجب عليك الحج مرة واحدة فقط سأكون مسلما جيدا في يوم من الأيام سأذهب للحج ولكن بعد خمسة أشهر فقط كملازم شاب في الجيش أرسلت إلى ألمانيا حيث كانت أول مهمة لي ومن ألمانيا تلقينا أوامر للذهاب إلى السعودية كان هذا في عام 1991 في أعقاب حرب الخليج الأولى وكان الصراع قد انتهى بالفعل لكننا حصلنا على أوامر أنه ربما سيكون هناك قصف ثاني لبغداد الذي لم يحدث قد ولكن مع ذلك فرقة سواريخ باتريون تم إرسالها إلى المملكة العربية السعودية وأنا الآن كما في المملكة العربية السعودية أعتنقت الإسلام خمس أشهر قبل هذا التاريخ عندما كنت في أمريكا كنا موجودون في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية كانت هناك خيمة ضخمة يشير بعض الناس إلى خيمة الجمال ولكن أمام هذه الخيمة كان هناك علامة إشارة لما يسمى بالمركز الثقافي السعودي وكان هناك بعض المواطنين السعوديين في المجمع الأمريكي وفتحوا أبواب الخيمة والجنود كانوا يدخلون للتعرف على الثقافة السعودية لكن الحوار كان دائما حول الإيمان بالإسلام ونتيجة لذلك المركز الثقافي السعودي ويعرف أيضا باسم مركز الدعوة ربما خمسة ألاف أو سبعة ألاف جندي أمريكي اعتنقوا الإسلام كنتيجة لتواجدهم في الخليج خلال حرب الخليج ولا يعرف الكثير من الناس ذلك بحلول الوقت الذي كنت فيه هناك كان هناك دفتر ملاحظات سميكا إلى هذا الحد تقريبا كانت كل صفحة عبارة عن سيرة ذاتية مختصرة لأحد الجنود الذين أسلموا وكتبوا أسمائهم ربما كتبوا عنوينهم الجديدة الإسم الذي أخذوه إسما إسلاميا تاريخ طلقينهم للشهادة وما إلى ذلك كل صفحة كان هناك مسلما جديدا كنت مسلما جديدا فقط لخمسة أشهر داخل هذا المركز الثقافي السعودي وداخل تلك الخيمة كان هناك أيضا شيء آخر مثير للاهتمام وجدت ملفا أو ما يمكن تسميته مذكرة عسكرية تم توقيع عليها من قبل إثنين من الجنرالات من قبل لواء سلاح الجو السعودي ووقعه جنرال القوات الأمريكية وهذه المذكرة المشتركة قالت أن أي جندي مسلم أمريكي في المملكة العربية السعودية يمكنه الحصول على أربعة أيام أجازة من الواجبات العسكرية للذهاب إلى مكة لقضاء مناسك الحج كنت مسلما جديدا وقلت هذا عظيم علي الذهاب إلى مكة مرة في حياتي سأنتهز هذه الفرصة وكان هناك بالفعل ثلاثة من المسلمين الجدد في وحدة العسكرية وكانوا قد اعتنقوا الإسلام هناك في المملكة العربية السعودية لذلك هؤلاء الثلاثة الجدد وأنا أيضا مسلم جديد منذ خمسة أشهر أو ستة أشهر قمنا بملء هذا الطلب وجميع المتطلبات فيه كان رد العقيد علينا أنتم لستم هنا للذهاب إلى مكة نحن جئنا بكم هناك جنود أمريكيين وليس للقيام ببعض الحج والشعائر الدينية قلت له سيدي هناك مذكرة موقعة من قبل الجنرال اللواء أن كل المسلمين الأمريكيين هنا يمكنهم الذهاب إلى مكة ثم وافق على الطلب لا يمكنه أن يتعرض مع الجنرال ثم وفي طريقي إلى مكة برفقة بعض الإخوة الذين كانوا يعملون داخل الخيمة السعودية أفراد من القوة الجوية السعودية وبعض المواطنين السعوديين استحبون إلى مكة ما زلت جديدا في الإسلام فقط خمسة أشهر كنت مجرد مسلم بسيط كانت الصورة النمطية عن المسلمين بالنسبة لي تشابه تلك الصورة الموجودة عنهم في أمريكا وربما هنا في المملكة المتحدة وفي أماكن أخرى في الغرب عندما يذكر شخص ما الإسلام أو المسلمين يعتقدون أننا نتحدث فقط عن العرب أو الشرق الأوسط أو جنوب أسيا ربما في أمريكا أو مصطلح أمة إسلامية المسلمون السود من الحي وفي ذلك الوقت لا يزال هذا هو انطباعي كمسلم جديد متلقي للشهادة لكني أمنت بقلبي كنت أؤمن بنفس العقيدة مثل هؤلاء الآخرين وقلت في نفسي لكي أتمكن من التواصل معهم بهذه الطريقة سأذهب وأؤدي مناسك العمرة سأكون المسلم الصيني الوحيد هناك لكن عندما نزلنا من الحافلة أول مجموعة كبيرة من المسلمين رأيناهم كانوا مسلمين آخرين من شرق أسيا مجموعة منهم ربما كانوا من أندونيسيا أو ماليزيا كان لديهم ملامح وجه مشابهة لي كان هناك العديد من المسلمين من شرق أسيا وبالتأكيد كان هناك الكثير من العرب هناك والأفارقة وكان لدينا مسلمون من روسيا أيضا حتى أنني قابلت مسلماً آخر من أمريكا كان طالباً كان يدرس في المدينة المنورة وفي ذلك اليوم بالذات كان هو أيضاً يؤدي العمرة وعندما التقيت بهذا الأمريكي المسلم من جيرسي قلت آه أنا من جيرسي أيضاً لذلك كان هذا بالنسبة لي أمراً دافتاً للنظر التنوع رأيت هذا التنوع الملموس في الإسلام شيء لم أكن أعرف أنه موجود حقاً حتى عندما أصبحت مسلماً لكنه كان أيضاً شيئاً معززاً فيه كطفل يكبر في أمريكا لأن معظم الأمريكيين الأوائل وعائلاتهم جاءوا من مكان ما بالخارج من الولايات المتحدة إلا إذا كنت مواطن أمريكي هذا هو التنوع الذي نتمتع به في أمريكا هذا ما علمناه حق الشباب ولكن التنوع الحقيقي رأيته في مكة في هذا اليوم العادي ليس أثناء الحج لا خلال رمضان بل في أي يوم من أيام السنة في مكة ونعم يجب أن تذهبوا جميعاً إلى مكة وتنظروا للكعبة المشرفة وتشعرون بها إنه أمر مذهل إنه مؤثر جداً لا يمكنك شرح ذلك باستخدام الكلمات عندما طر الكعبة لأول مرة ولكن هذا بالنسبة لي كان مثل تجربة الكتابة لمالكوم إكس مشاهدة هذا التنوع الذي كان ملهماً بالنسبة لي عندما عدت إلى قاعدة الجيش في المملكة العربية السعودية قلت مرحباً لقد حصلنا على مسلمين في العسكرية الآن حصلت على الكثير من المسلمين الجدد حتى قصاوسة يهود وقصاوس مسيحيون أين القصاوس المسلمون ليس لدينا أي منهج صحيح أنا ضابط عسكري تخرجت من ويست بوينت أنا مسلم جديد الآن وبدافع إيماني ربما يوماً ما سأصبح قصيصاً وأود أن أبدأ في القيام بذلك غادرت الخدمة الفعلية للجيش في منتصف عام 1993 أمل أن أكون يوماً ما أول قصيص مسلم لخدمة جيش الولايات المتحدة لكن هذا لم يحدث ولكن بحلول يناير 2001 حصلت على فرصة للعودة إلى صفوف الخدمة الفعلية كضابط وققصيص مسلم لم أكن الأول ولكن في يناير 2001 كانت الأحداث كانت هذه رحلتي إلى الإسلام ثم كانت تلك رحلتي لأصبح قصيصاً مسلم كم من الوقت لدي؟ خمس دقائق سأجعل القصة طويلة قصيرة في عام 2001 دخلت الجيش ققصيص وبعد تسعة أشهر حدث هجوم الحادي عشر من ستمبر عام 2001 وهو ضرب مركز التجارة العالمي والبنتاجون تحطمت الرحلة الرابعة في بنسلفانيا في الحادي عشر من ستمبر قوات من أمريكا تذهب وتغزو أفغانستان وقاموا بأسر بعض السجناء ويجلبونهم إلى خريج جوانتنامو من تعتقد أنهم سيرسلون كقصيص لمكان جوانتنامو حيث إنهم يحتجزون مئات المسلمين سجناء وقصيص مسلم كنت بالنسبة لهم الرجل المناسب خريج من أكاديمية ويست بوينت وهو ضابط ملازم ولديه الكلمات الصحيحة حتى بعد الحادي عشر من ستمبر كنت قد قلت أن من نفذوا هذه الهجمات سواء كانوا مسلمين أم لا يجب تقديمهم إلى العدالة هم أرسلوني إلى جوانتنامو كنت قصيصا في خليج جوانتنامو كان واضحا تماما عندما وصلت لخليج جوانتنامو أن هؤلاء المئات من المسلمين السجناء يتعرضون للإساءة والتعذيب بطرق ليس لدي وقت لذكرها هنا اليوم ولكن ربما إذا بقي البعض منكم بعد المحاضرة أو إذا اجتمعنا وحصلنا على بعض الوقت يمكنني الغوص في بعض التفاصيل حول مستوى أكثر رسمية لكني اعترضت على تلك التجاوزات وعندما اعترضت على تلك التجاوزات ماذا حدث لي؟ الحكومة، حكومة الولايات المتحدة والجيش انقلبوا علي ثم رميت في السجن اتهمت بأنني إرهابي وجاسوس لطالبان والقاعدة مع السجناء المشتبه بهم والذين كانوا محتجزين في جوانتنامو معظمهم لم يكونوا إرهابيين بل فقط تم وضعهم في المكان الخطأ في الوقت المناسب ونتيجة الاعتراض ألقيت في السجن ولقد عملت مثل السجناء في داخل جوانتنامو الرصغين مقيدان على الخسر والكاحلين في حلة من السلاسل النظرات الواقية السوداء الأجهزة التي توضع فوق أذنيك تمنعك من السمع هذا يسمى الحرمان الحسي تعرضت للحرمان الحسي وكان شيئاً كنت أعرفه لأن هذه هي الطريقة التي يعاملون بها السجناء في جوانتنامو حاولوا توجيه اتهامات لي أو اتهامي بكون إرهابي وخائن لبلدي في النهاية تم إطلاق صراحي من الحبس الإنفراضي بعد الحبس لمدة 76 يوم بعد تلك الأيام 76 لا شيء من تلك الاتهامات كانت صحيحة لقد حاولوا توجيه الاتهام لي بما يطلق عليه سوء مناولة معلومات فائقة السرية ولكن عندما فشلت الحكومة في إثبات أنني قد حصلت على معلومات سرية تم إسقاط تلك الجرائم الأقل شؤماً ثم تم تبرئتي وتم إعادتي إلى منصبي كقصيس مسلم في منزلي في القاعدة العسكرية في الولايات المتحدة كم من الوقت تعتقدون أن الأمر استغرق مني للاستقالة من الجيش الأمريكي؟ لم يمضي وقت طويل حتى قدمت استقالتي مع إبراء زمة مشرف في يناير عام 2005 وحتى عندما تركت الجيش قام الجيش بإعطاء ميداليا من الدرجة الثانية وقالت بشكل استثنائي خدمة جديرة بالتقدير حسناً ماذا تعتقدون بهذا الخصوص؟ حصلت على إبراء زمة بعد أن ألقوا بي في السجن اتهموني بأنني جاسوس اتهموني بكوني خائناً للبلد جعلوني أخضعوا لحرمان الحواس أخذوني بعيداً عن عائلتي احتجزوني في الحبس الانفراضي لمدة 76 يوم 30 يوم منهم كانوا خلال شهر رمضان في عام 2003 عرف الجيش والحكومة الأمريكية أنهم أخطأوا ولكن حتى اليوم لا أحد في أي منصب قيادي قدم لي اعتذاراً انتهى الوقت لما أتمكن حتى من عرض بعض الصور ولكن إن شاء الله ربما يكون لدينا بعض الوقت خلال فقرة الأسئلة هذه كانت رحلتي إلى الإسلام رحلتي لكي أصبح قصيصاً كانت هذه محطتي التي مررت بها كقصيص في معسكر الاعتقال في خليج جوانتنامو ترجمة نانسي قنقر